تفقد وزير العوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج بلدنا محمد عيدا شبيبة مخيمات حجاج بلدنا في مشعر عرفات للإطمئنان على مستوى الخدمات التي ستقدم لهم وطلع الوزير على حجم الاستعدادات والتجهيزات في المخيمات وقال شبيبة حرصت الوزارة على تقديم كافة أوجه الراحة للحجاج في كل المشاعر حتى يتسنى لهم تأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر واشاد الوزير شبيبة بعمق العلاقة بين الوزارة والشركة الاهلية لمطوف الدول العربية التي تبذل جهودا متميزة في هذا الموسم الحمد لله نحن في زيارة بيدانية لمخيمات الحجاج اليمنيين في عرفات ومن نعم الله علينا أن مخيماتنا بجوار جبل الرحمة هذا هو جبل الرحمة أمامكم وهذه هي مخيمات اليمنيين والمخيمات هذا العام بمواصفات جميلة ورائعة ومريحة للحج المخيمات ألمانية مقاومة للحريب تكيف بالفريون وليس صحراوي كما كان في الماضي ومرتفعة جدا من أجل التهوية ومن أجل إراحة الحج الفرش وما يتعلق بلوازم الحاج ثلاجات فريزر من النوع الضخم والكبير كل الفرش كل ما يتطلبه الحاج مريح وجيد ومواصفات عالية وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولا ننسى أن نشكر إخواننا في المملكة حكومة وشعبا على ما يقومون به من جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام